صحة شريبتكم وشالله كل رمضان وانتو ما تسهروا معانا في برنامجكم حديث الروح حديث الروح للموسم الثاني يطل عليكم من جديد ويتمنى لكم سهرات رمضانية ممتعة مع اذاعة الصحة بالقيروان اذاعة الحياة افام سيد احمد مرحبا بيك وصحة شريبتكم من جديد صحة شريبتكم وصحة شريبت المستقر في بالك اللي انت نورت القيروان الحياة افام تنورت بوجودك وربي فضلك وانت صديق عزيز علينا وربي فضلك وربي بارك فيك طيب نحب نحكيه شوية على المنشد في هذا الوقت اصبح كما قلنا مطالب انه يواكب العصر ويواكب التواجهات الجديدة للموسيقى لانه المتلقي هو في حالة تطور وفي حالة يعني تقدم وقعد هو يحس باللونتوراج متاعه ما هاتش يرضى بالموسيقى العادية يعني نقعد بهت في صغيرات كيمشي يشري كيت يقولوا استنى فيه الباس ولا ما فيوشي فيه الترابل ولا ما فيوشي ما تعجبوشي لوحو كيت يعني بنتي صغيرة كنجيبه لها كيت تسمع بيه لا تقول لي بابا ذي مشو بيه معاني هوليو يعرف الكاليتيت دو سان ريب الحقة دي انا ما كنش نعرفها كنت نعرف انو تمد له كيت يسمع بيه وفيت لحكاية لا يصيد توا يشرت على شكيت يوش حتى بمئةين الف وثلاثمائة الف كيمدام لانو فما كاليتيت دو سان يفرضها دونك كالصغيرة ذاك المتلقي اذا ما تعطيوش حاجة جميلة راو ما يتقبلهاش ايه وين نحنا من هذا قاعدين نحسنه في كاليتيت دو سان قاعدين نوزعه قاعدين نعمله وين المنشد من هذا هو الانشاد في تونس تطور جدا لحقيقة ومعنت تتبع عند التطور العالمي تشاهدوا في الايامات الاخيرة معنتها وقتين ينحلوا مثلا قنوات تركية ولا ايرانية ولا قنوات قنوات معنتها غربية معنته يستعملوا موسيقى فذة موسيقى فذة معنتها فما تسميهما شانا من بعد اكتشفت انو عنا في المثلان الجو العيسوية فيها كل تريبل شون فيها كل كانون فيه معنتها احنا سبقين للشيه ذاية معنتها وكي تسمع العيسوية تسمعها على ثلاثة طبقات شاهد وهم ما وقتش يجدوا فيها عام عشرين وعام الثلاثتاج معنتها سبقين دونك انا شا قلت قلت ماله احنا مسموحنا باش نعملوا الشيه ذاية معنتها شيء اللي تعمل فيه هالسانفونيات هادوما اللي زارموني والاصوات المختلفة والتخرج ثلاثة واربع اصوات في فرد النغمة وكذا فالحق بديت نشرشي بشوية بشوية حتى لين وحدي بديت نعمل في محاولات لكن ديما بمعية الموسيقيين معانيت علي انو هو ينقدريها الجملة وهو اللي يكتبها وكذا وكذا فبديت نتوكل على ربي نعمل بديت بلاقي لها لله انت عملت لا اله لله وعملت عملت ملح ما تبدى الملح ما هذه معانيتها بالاهات الانسانية معانت كانت الكتابة من عندي انا وكانت التلحين من عندي انا بديت قلت انا الانسان يبدأ بالاهات انت حياته كاملة يبدأ بالاهات يقعد يلوج على الذات الالهية معانتها بالاهات ثم نوع من المناجيات يبدين يجي في ربي. بالآهات. يتأوه. بالزيل مع انت الاديان ما جيتش ما. بعد جيت كلمة لا الله. فمش اللغة فمش كلام. بالضبط. بعد جيت كلمة لا اله لله. بعد ختمت بمحمد رسول الله. فامتل كل الكل الكل معناتها عملتهم في ملحمة كبيرة. وفما معيت موسيقيين بارك الله فيهم. انا نقول له وراه هذية باش تتعملها كي ويتبق لينا نقول له عنه. هذية في طور الانجاز ولا انجزت? هذية انجزت ما مازالت على الميكساج بركة. معناتها. ومبعد باش نخرجها اما في الاوبرا عن طريق وزار الثقافة. ايوه. وانا بعد نخرجها معناتها نهديها للهدية هي. والمستمعين. الهدية بصراحة. ايه. ما حاجة حاجة من نوع رفية بكل صراحة من نوع رفية معنا. وانتي اعمالك كلها من نوع رفية. يا انشاء الله انشاء الله يا ربي انشاء الله. احنا نقول له هذا باش نحبه الناس في الانشادة الدينية. بالحق يعني اسبح عنده بعض اخر وبعض يعني. عنده بعض كبير. عنده بعض كبير بارشة مع انت تسمع في سامفونية رائعة جدا. بالطبع طو فهم كثير من المستمعين المستمعات اللي قاعد يسمع فينا ويقول شنية هالموسيقى يعني السوفية اللي هي في ثوب اوركسترالي. وفي ثوب يعني سامفوني. نحب نسمعهم شوي. شنو رايك خلي يسمعوا يتفعلوا معنا طو شوي. مع هذا اللي يعني مقترح. انكستري صغير. وبعدين نرجع ونحكيه في خاتم هذا اللقاء. اوك. اذا نستمع مستمعين الكرام. ماذا بكم تسمعه وتعطيونا رايكم بعد قليل. اذا نستمع ثم لنا عودة فابقوا معنا.